يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن حاجة مهمة جداً عن امراض الاتصال الزواجي وقلنا شوية اجراءات مهمة ان احنا نعملها هذه الاجراءات اجراءات تفتح وتشرح الصدور عشان نقدر نكمل في الزواج من الاجراءات دي اجراءات تخلي الواحد في الحقيقة فاهم يعني ايه جواز لازم ببساطة خالص نرجع ونعتبر للحوار ده عبادة واحنا بنعبد عبادة الحوار زي ما فيه عندنا عبادة وفيه جواها ذكر كمان عندنا حاجة اسمها الامتنان فلازم يبقى فيه حوار ولازم جواها نمتن البعض واحنا بنمتن البعض كمان ياريت نجمل هذا الحوار كمان بذكر الزكريات الحسنة اللي بينا عشان نرجع الود مرة تانية وكمان مهم جداً جداً ان احنا نعمل ذكريات جديدة كمان ذكريات جديدة باتفاقات وبحلم نعمله مع بعض وكلام عن السعادة ومستقبل وازاي هنقدر نعمل ده ونعمل حاجات اجراءات مهمة واخر اجراء لازم نعمل نشاط مشترك مع بعض نشاط المشترك ده بيقرب القلوب بيقرب الناس الخرس الزواجي مش بيجي بس ان الناس ما تكلمش لكن الناس مش مقربة من بعض قربوا من بعض وعيشوا مع بعض عيشوا مع بعض في ذكريات حلوة وعيشوا مع بعض كمان في اشياء مشتركة عيشوا مع بعض امشوا مع بعض وعمروا رياضة مع بعض وكمان حبازة كمان لو أنتم كمان تعملوا عبادة مع بعض تعملوا خير وتتصدقوا مع بعض أو حتى ياريت تصلوا مع بعض ركعتين قبل ما تناموا وياريت كمان تعلموا أولادكم كمان أنتم تعملوا مجلس ذكر في البيت تصلوا فيها لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قلبكم مليان أن نور حضرة النبي هيسر للبيت ويخلي البيت مليان نور ومدد وبركة لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جميل وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره يروح القلوب وذكره كمان يروح البيوت بروائح الجنة وروائح السعادة يا رب نسألك مددك لبيوتنا وانتجعنا في راحة وانتجعنا في نعيم من اتصال بحضرة النبي يجعل اتصالنا اتصال الرحماء واتصال اهل الخيرين واتصال اهل الجمال يا جميل جمّل بيوتنا بالرحمة والخير والجمال يا ودود يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحمة والجمال يا أرحمة والجمال